في كل العالم الطبيعي دايماً بيقولوا الاقتصاد يقود السياسة وده الصحيح أن العالم كل الناس بيجروا على مصارحها الطبيعي في المنطقة العربية نظر لأنه ما فيش قواعد سياسية مستقرة من فترة طويلة جداً والدنيا مهت... والأرض غير صلبة في حتة الكتيرة جداً ففي مرات السياسة تقود الاقتصاد وفي مرات يكون فيه تداخل بينهم حتى في الأزمة الليبية لو بدأنا نتكلم فيها على مدخل غير تقليدي من الحديث اللي بيجروا دايماً المدخل الاقتصاد يعني أحد التقديرات أن السبب الأساسي لنهم راديا بطيب أردوغان في التدخل في ليبيا هو الاقتصاد هو البترول فيه تقديرات أنه فيه بترول هناك سروة كبيرة جداً 180 إلى 200 مليار دولار كل سنة بترول نوعه جيد جداً سهل الاستخراج مواجهي لأوروبا وقريب جداً من أوروبا عدد سكان قليل فبالتالي هناك طمع تركي وطمع كان غربي في عقود البترول بالنسبة لمصر القصة أكبر كتير جداً من اقتصاد يعني حتى مصر تضررت تضرر كبير لما سقط معمر قذافي كان عندنا ما بين مليون إلى 2 مليون مواطن مصري بيعيشوا في ليبيا كانوا بيساعدوا في الاقتصاد المصري دول رجعوا كانوا عملوا أزمة اقتصادية كبيرة القصة بالنسبة للمصر أكبر من كل هذا لأنه عدم استقرار ليبيا هو خطر حقيقي ومباشر عامل القوم المصري خصوصاً أن الجزء الذي يتسبب في هذه الاضطرابات باختصار شديد هي جماعات عنيفة وجماعات تكفيرية وجماعات متطرفة وبعضها يناصب الحكومة المصرية العداء الواضح والصريح زي جماعة الأخوة المسلمين وهذه الجماعة هي مكون أساسي في حكومة المليشيات التي يقودها فايز السراج في ليبيا فبالتالي استمرار هذا النظام في ليبيا بهذه القوة أو انتصاره لقدر الله يعني مباشرة أنه يهدد الأمن القومي المصري شفنا في لحظات المجموعة التخريبية التي دخلت التي عملت عمليات تبدير عمليات اغتيال في الوحاة على سبيل المثال الذين قاموا بخطف المواطنين المصريين الأقباط في سرد شفنا حاجات كثيرة الآن الأمر زاد عن مجرد كونها عمليات تخريبية ما فشل فيه أردوغان وجماعات الإسلام السياسي بتحقيقه بالسياسة عبر مصر في 2013 وجهدته سورة 30 يونيو تحاول تركيا الآن أن تفعلها عبر ليبيا يعني الأخوان سقطوا في مصر فالتركيا بتحاول ترجحهم عبر ليبيا ده العنوان السياسي العام هو بينكفك يعني أردوغان وجماعات الإسلام السياسي لسه المشروع بتاعه لم ينكسر تماما تعرض لضربة قاصمة في 30 يونيو 2013 هو الرجل يتصور نفسه زعيم الأمة الإسلامية زعيم العالم الإسلامي السلطان العثماني المرشد الأعلى لجماعة الإخوان أي مسمى لكن هو يريد أن يكون كل هذا معا فمين اللي بيساعد على ده هو لا يستطيع أن يتغلق في الدول العربية العبر زراع الزراع دي للأسف الشديد كانت دامعة الإخوان ودامعة الإسلام السياسي فوجودهم في ليبيا بهذا الشكل ثم تهديده لي المياه الإقليمية الإقصادية في البحر المتوسط أو في منطقة الشرق المتوسط للمصر يعني بتراهن عليها اقتصاديا معقول لده أنت جزء أساسي من رهانك الإقتصاد في الفترة المقبلة هو سروة الغاز سيد أردوغان بيحاول أنه يبتز مصر ويبتز اليونان وقبرص وربما حتى إسرائيل بهذه المطرة فبالتالي القصة بالنسبة لنا في ليبيا هي زيها زي مياه النيل يعني لا تختلف كثيرا عن مشكلتنا مع أسيوبيا لابد أن تكون حدودك الغربية مؤمنة فيه 1200 كيلو متر هي طول الحدود بين مصر وليبيا هذه الحدود طويلة جدا في أوقات السلم العادية كان يتم فيها تهريب وتسلل فما بالك في أوقات غير استقرار من مصلحة مصر أن تكون هناك حكومة ليبية موحدة حكومة شرعية حكومة جيش موحد مؤسسات موحدة ميليشيات في طرابلس مش بس هي بتهدد مصر هي بتتخاني مع بعضها بيتصرعوا حتى قبل أبريل حينما قام الجيش الوطن الليبي بزعمة خليفة حفتر بمحاولة تحرير ترابلس هذه الميليشيات كانت تتصارع فيما بينها وكانت تخطف بعض أعضاءها ذات يوم خطفوا علي أحد مساعد السراج خطفوا مدير مخابرات السراج فبالتالي فكرة أن تسيطر ميليشيا على دولة عربية ومدورة احنا اكتونا بيها وثبت أنها الفيرس الرئيسي الذي تم زرعه بمهارة في المنطقة العربية من أول والأسف الشديد كانت فكرة إيرانية الحرس السوري تم استنساقه في العراق عبر ما يسمى بميليشيات الحجد الشعب تم استنساقه في سوريا بالميليشيات التي تقاتل مع حكومة سورية في لبنان حزب الله في فلسطين حركة حماس في ليبيا كل هذه الميليشيات التي تقاتل في ترابلس شكرا لكم اشتركوا في القناة